طيب هنحلها ازاي؟ يعني سؤال حلو، سؤال يعني في الجون زي أنا عندي بعض الأفكار أتصور ده ممكن تبقى حلول للحل أول حاجة الكام ده ما ينفعش تقدم في ترم أو في ترمين لازم تتفرد المنهج ده بدل ما هو محصول على سنة يتحط على سنتين، يتحط على ثلاث ترمات بدل ترمين فيبقى عندي مسافة وعندي وقت كافي للطالب اللي عنده عشر سنين ده اللي حياخد نفسه والمدرس اللي لسه بيتعرف على المنهج يلحق يتدرب ويلحق يبدع فيه ويعمل اللي مطلوب منه من الألعاب والتوضيح والأساليب الشيقة اللي مفروض يستخدمها فأول حاجة نفرد المنهج ده ونقلل الكيميات اللي فيه لازم تطلع الوزارة تعرف الأهالي، الأهالي مش عارفين هو ده يمتحن فيه كله هو الامتحان على، أنا متصور أن التكتور طارق بيلعب على حتة أنه مش عايز يبقى الامتحان هو الأساس، وأنا عارف أنه ده فكره وده حاجة كويسة يعني الامتحان بتاع آخر السنة يبقى عليها 20% من المجموع والباقي كله على الأنشطة وعلى اللعب وعلى الحاجات دي كلها لكن الأهالي مش فهمه مش عارفين، هو ده في الامتحان هو هيمتحن في كل ده ولا في جزء منه فلازم يطلع بياني يفهم الأهالي ويطمنهم لأن الجزء الأكبر من الزعر هو من الأهالي اللي مش فاهمين والأهالي في معظم يعني للأسف في مدارس كتيرة بيعتمدوا هما إما هما كانوا بيذكروا لولادهم أو بيديهم دروس خصوصية فلما فجأوا بكده الأهالي هما اللي حاسوا أننا مش عارفين نذاكر هو مش ففروض الأهالي يذكروا على فكر يعني الأهالي بتطلع تقول لك إحنا مش فاهمين المنهج وانت مش فاهمين أنت تفهمه ده دور المدرس هو اللي يفهمه ويشرح للولاد فده فكر مقلوب أن الأهالي عايزين يفهمه عشان يشرحوا لولادهم ده مش دورهم فلكن لأن ده للأسف هو الوضع الحالي طيب كويس يعني الاقتراح لحضر أقول بس أزود نقطة تانية آه إيه كمان نقطة تانية دعين مدرسين لأنه في نقص في المدرسين في مدارسة الحكومية فلازم يبقى فيه دفعة من الدولة احنا لغاية النهاردة بنتخانق مع الحكومة مع وزارة التخطيط أن موازنة التعليم لا تصل للنسبة الدستورية المطلوبة الدستور قال أنه التعليم ليه 4% للتعليم قبل الجماعي و2% للجماعي و1% للبحث العلمي لغاية النهاردة احنا مش وصلين للمعدلات دي ومفروض ده كان في 2014 والدستور قال لنا تزاد تدريجيا حتى تصل لمعدلات العالمية فلازم ده يعني نداء للحكومة كلها أنه موازنة التعليم ما لازم يبقى لها دفعة لازم يتحط الفنوص عشان نقدر يعين المدرسين عشان يقدر يدي مرتبات مجزيل المدرسين ما أنا مش هقول المدرس ما تديش دروس خصوصية وأنا بديله في الحصة 20 جنيه ومش هجيب مدرس مؤهل وتدريبه ببلاش فالاستثمار في المدرسين تعيين مرتبات موازنة التعليم مع تقليل كم هذا المنهج وأنا مش هلغي تطوير منهج رائع لكن بدلا ما بيتقدم في ترمين لا أقدمه في 4 ترمين